موسيقى أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا اليوم الجمعة 28 أيار القمر ما زال موجود في برج القوس في منزلة البلدة وهي للثبات والربح والسلامة ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 2 و23 دقيقة صباحا من صباح يوم الجمعة لا ينتقل بعدها لمنزلة سعد الذابح وهي العلاج والفراق والخلاص والحرية وبما أن القمر رح يكون موجود بالقوس لغاية هذه الساعة منشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرة وبوسعنا اقتراض مال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ لبعض الأمور والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد طبعا الزاوية اللي ذكرناها بالأمس قبل خلو المسار هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام الساعة خمسة وخمسة وثلاثين دقيقة مساء من مساء هاي الليلة اللي احنا منبث فيها الحلقة اللي هو مساء الخميس على الجمعة فبعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع طبعا بعد الزاوية هاي يعني الساعة خمسة وخمسة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وحتى اليوم التالي أي يوم الجمعة تمام الساعة ثنتين وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا القمر بيكون يعني في فترة خلو المسار وهذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إثمال العمل اللي بدأنا فيه قبل الخلو المسار طبعا الساعة ثنتين وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل وبصير بالجدي فعشان هيك بصير التأثيرات على جميع الأبراج منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول إنجاز عمل متراكم منجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفي أثرية والبدء بحمية أو شراء بوليس التأمين أو تجديدها طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عنا زاويتين فلكيات الثنتين إيجابيات الأولى زاوية تسديس إيجابية بين القمر والمشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة أربعة وواحد وثلاثين دقيقة صباحا من صباح يوم الجمعة بتوقيت جرينيتش منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة عشرة وواحد وعشرين دقيقة مساءا بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك أما بالنسبة لخلو المسار القادم بما أن القمر موجود بالجدي فخلو المسار القادم رح يكون يوم السبت تسعة وعشرين خمسة بيبدأ في تمام الساعة عشرة واربعتاشر دقيقة مساءا وبيستمر حتى اليوم التالي حتى يوم الأحد ثلاثين خمسة يعني بظل لغاية الساعة أربع وأربع دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعديها القمر لابرج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار المحدب سبعتاشر يوم في تمام الساعة خمسة واربع وعشرين دقيقة بعد العصر بيصبح ثمنتعشر يوم نسبة الإضاءة بتصير خمسة وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعة الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عش في المية القمر في القوس بده ينتقل للجدي زي ما حكينا في ساعة الصباح ورح يفضل في الجدي لغاية يوم ثلاثين خمسة سعيد بنسبة خمسة وعشرين في المية وكل ما اقتربنا لساعة المساء بتزيد بتصل نسبة السعادة لغاية خمسين في المية أما بالنسبة للعطارد في الجوزاء حتى يوم تسعة وعشرين خمسة سعيد بنسبة ستين في المية تسعة وعشرين خمسة اللي هو بكرة رح نحكي عن التراجع تعطارد أما بالنسبة للزهرة في الجوزاء طبعا هي ليوم اثنين ستة سعيدة بنسبة خمسة عشر في المية المريخ في السرطان حتى يوم sometime 6 سعيد بنسبة خمسة وارバعين في المية المشتري في الحوت حتى يوم 20 например ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية زحلي في الدلوب يتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا الآن يعني احنا في مساء يوم الخميس لغاية ساعات الصباح بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لأسية ما لبعيدة وبظل النشاط والحظ داعمكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية اهمش انك ما ترتجل المواقف والتصاريح كي لا تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم ابتضغط عليك المسئوليات او ممكن تواجه امر صعب ومعقد خلال هذا اليوم حاول انك تلتزم بالمسئوليات فهاي الفترة واعدة على مستوى العمل وجيدة على مستوى العلاقات برج الثور بتنهمكوا في اعادة تنظيم اموركم المالية المشتركة اهمش انك تخففوا من النفقات وهذا الحكي بظل غاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر بنتقل بصير في البيت التاسع بيت قوي جدا فبتنشطوا في مجال السفر والاتصالات خصوصا لبعيدة تم لقاء او فرصة بتفتح امامك ابواب لها علاقة بالسفر والتسويق والنشر الدراسة العليا لامتحانات ابتفرح لانتصار او لرحلة او لمشاركة ناجحة اهمش انك تتحرك على مختلف الاصعدة فالاجواء حليفة وداعمة للك بقوة على كل المستويات برج الجوزاء بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم بتظل الامور الرومانسية مشجعة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح هنا شوي بتعيدوا ضبط ميزانيتكم تهتموا بالامور المالية المشتركة حاول انكم تدخلوا تعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور بماك هذه فترة جيدة لتصحيح الاخطاء او لتكرار المحاولات السابقة اللي كانت مش ماشي معك او كانت ضاغطة عليك برج السرطان انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون اهمال صحتكم وهذا الحكي بيظل لغاية ساعات الصباح يعني التركيز على العمل والصحة بيظل لساعات الصباح من ساعات الصباح القمر بصير مقابلكم تماما فبينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم اهم اشيو انكم تحافظوا على هدوءكم ما ترتج الكلام ما توجه ملاحظة لانه خصمك في هاي المرحلة بيكون اقوى منك بتحملك هاي الايام اشي العلاقة اما بارتباط مهم اهم اشي انك تحافظ على اعصابك وما تكون عدائي برج الاسد بترغبوا في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم لغاية ساعات الصباح الاجواب ظلها جيدة وممتازة جدا ولكن في ساعات الصباح بيصير التركيز اكثر على العمل فممكن يتراكم العمل لديكم اهمش انكم ما تهملوا صحتكم حاذروا من التعب الصحي او الجسدي لانه ممكن يمنعك من اداء واجباتك اليومي كما يجب ممكن تظهر مسائل عائلية او شخصية طارئة او تشعر بنوع من انواع التوتر او يجيك التزامات انت ما كنت حاسب حسابها برج العذراء بتظل الامور البيتية والعائلية بتشغل فكركم وممكن في مشكلة او موضوع معين عائلي هو اللي ميخذ كل اوقاتكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع احبائكم ممكن تفرح لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح عندك وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة ممكن اليوم تتلقى اشارة ايجابية وهي فترة مناسبة لالتقاط انفاسك بعد العواصط يعني يوم جيد فحاول تستغله من الصباح برج الميزان بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات والحوارات والنشاطات واللقاءات او بتعاملكم مع اخ او جار او دعم لالو لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتفضلوا التركيز او الاجواء البيتية والعائلية لانه التركيز كله رح يصير عالبيت وعالعائلة اهم شي انك تلطف الاجواء العائلية الضاغطة لانها ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك اهم شي انك ما تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية اهتم بعائلتك قدر الامكان وحاول انه برضو يعني تكون مرن برج العقرب من جهة ثم فرصة لمكسب مالي ولكن من جهة اخرى ثم نفقات وهي تركيز على الامور المالية اهم شي انك ما تبالغ بمصاريفك لغاية ساعات الصباح لانه من ساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والحوارات ممكن تخرج في نزهة او مشوار اضطراري هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولإسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل اهم ايش انك تتحرك بفعالية كبيرة وتقوم باتصالات واسعة ممكن هاي الاتصالات يعني تسفر عن اتفاق ومصالحة او شيء ايجابي برج القوس انتم ممتلئون نشاط وقادرون على انجاز الكثير من مشاغلكم لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح بصير التركيز كله على الوضع المالي ممكن تعيد تنظيم ميزانيتكم اهم ايش انك ما تغامر باموالك هاي فترة حذرا ماليا ومعنويا اهم ايش انك ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة انتي بحاجة لكل التعاطف والتضامن برضو هاي فترة ممتازة ممكن تحصل بعض المكاسب المالية او الارباح او ممكن بعضك يحصل على هدايا برج الجديد بيسيطر التعب عليكم وبتظلوا فاقدين لرغبتكم في مواجهة مشاغلكم ونوع من انواع الاحباط او نوع من انواع الوسواس والقلق بيظل مسيطر عليكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنقرب كل الامور فجأة بتستعيد نشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع او خطة جديدة بتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد او لحسن امر عالق اليوم راح تسمع خبر صار برج الدلو طبعا الاجواء بتكن تستغلوها قبل ساعات الصباح من الان لغاية ساعات الصباح بتنشطوا بين الاصدقاء وممكن بعض الاصدقاء يساعدوكم في امر معين او يتوجه لك دعوة لحضور حفلي او مناسبة ولكن من ساعات الصباح القمر بصير في بيت المتاعب فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه اكثر لصحتكم اهم ايش انك تتجنب اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لانها فترة فارغة وفاشلة تماما حاذر الافكار السودة والمعنويات المنخفضة لانه ممكن تخيب اعمالك او تتأخر اعمالك حاول انك تمشي هاي ادول اليومين بشكل روتيني لحين ما يصل القمر لعندك بعدها الاجواء بتصير بتساعدك برج الحوت طبعا بيظل التركيز على المحافظة على سمعتكم بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم القائمة في مجال العمل او على مجال مستوى السمعة ممكن يكون لك اتصالات مع رئيسك في العمل او مع بعض المسؤولين ولكن في ساعة الصباح بصير التركيز على الاصدقاء وعلى الوضع الاجتماعي حاول تصحيح العلاقات المتردية اهم شي انك ما تبقى وحيد هاي فترة ناشطة وواعدة دراسيا ومهنيا وعائليا وفي كثير من الاتصالات والموعيد عندك اليوم وممكن تسمع خبر جيد الاهم انك تستغل هدولة اليومين لانجاز كل شيء مهم عندك لانه اذا القمر او القمر بس يوصل لبرج الدلو بصير الامور ضاغطة عليك لحين ما يصل القمر لعندك هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء